ايه موضوع انه جوزك محمود؟ ايوا كان منعك من التمثيل اول ما قالك هنتجوز انت ممنوع من التمثيل ردك ايه؟ ده حصل ولا ما حصلش؟ هل حصل مشاكل بينكم انه ما كانش عايزك تمثلي بعدين اقنعتيه وبعدين رحتي مثلتي ولا ده كلام ملوش اساس من الصحة؟ ايه ده لا خالص لا لا غلط خالص لا ما حصلش ما فيش اي كلام حصل في القصة دي ما قالكش مش هتمثلي لا 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 خالص احنا اول ما تعرفنا على بعض احنا كنا يعني واضحين من البداية كل واحد عايز يعمل ايه؟ وكل واحد هو يعني الريدي احنا دخلنا حياة بعض وانا ممثلة وهو بيشتغل شغله منتج يعني هو خلاص احنا دخلنا حياة بعض وكنا كده لكن عمرو بصراحة ما قال لي لا بطالي تمثيل او كده بصي فيه فترة كان فيها مشاكل شوية ما بيننا الفترة دي هو كان بيفكر في الموضوع ده انه ابتدى شغلك يعني يعمل لنا مشاكل ومش عارفة ايه بس لما قعدنا مع بعض عرفنا انه مش شغلي هو اللي عمل لنا مشاكل او مش شغله هو اللي عمل لنا مشاكل هو تدخل الناس في حياتنا او ان احنا خلينا حياتنا مشايع للناس هو ده اللي كان سبب المشاكل لكن مش شغلي ولا شغله هو ده اللي انا بتكلم فيه انه حصل جدال او كلام وطلع الكلام ده بس اتناقشته وخلاص الموضوع بقاتي بتمثلي لا انا انا بحب شغلي جدا وهو عارف ان انا بحب شغلي طيب بس ات رجع محمود في كلامه وقالك مفيش تمثيل امتى لا انا بافترض معاك انه رجع معاك في كلامه وقالك مفيش تمثيل تختاري محمود ولا التمثيل يا ما رجالة بتقول لمرتاتها يانا يا التمثيل الراجل الزكي عمره ما يقول لمرته بطالي شغلة امدا عشان انا هننكد علي وهارفو